الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله على مائدة القرآن نلتقي وإياكم وآيتنا في هذا المجلس قول الله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير السورة تسمى بالمجادلة لهذه المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم فيما صار بينها وبين زوجها وتسمى أيضا سورة المجادلة بفتح الدال لما حصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الجدال بشأن زوجها هذه المرأة رضي الله عنها يقال لها خولة بنت ثعلبة ويقال خويلة قالت والله في وفي أوس بن الصامت وهذا أخ عباد بن الصامت وكانت تحته أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت والسبب أنها راجعته بشيء وصار بينها وبينه أخذوا وعطوا جدل في بعض الأمور وكان رجلا كبيرا في السن فغضب وقال لها أنت عليك ظاهر أمي قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها رواه الإمام أحمد وأو ذاود وهو حديث حسن الظهار قول الرجل لامرأته أنت عليك ظاهر أمي يعني تحرمين عليك ما تحرم علي أمي وهذا منكر فضيع وقول شنيع وقد وصفه الله بقوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوره فوصفه بالمنكر والزور ولا شك أن هذه معصية وعلى صاحبها التوبة فكيف يشبه زوجته بأمه وكيف ينتج عن هذا تعليق هذه المرأة لتصبح لا زوجة ولا مطلقة وإن ظلت في عصمته لا يجوز له شرعا أن يقربها حتى يكفر بعد نزول الحكم ونظرا لنكارة هذا القول وشناعته أنت عليك ظهر أمي كفعل أهل الجاهلية وما ينتج عنه من ظلم المرأة وحبس المرأة ومنع حقوق المرأة جعل الله ذلك كفارة غليظة على هذا الرجل الذي يظاهر عدق رقبة مؤمنة والرقبة ثمينة فإن لم يجد فصيام شهرين قمريين متتابعين فإن لم يستطع لكبر سن أو عجز فإطعام ستين مسكينا وقد كان الظهار طلاقا في الجاهلية وكان سبب نزول الآية هو أول ظهار حدث في الإسلام فشرع الله له هذه الكفارة ولم يعتبره طلاقا وأبطل ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجها وبين أن عملهم مخالف لما أراده سبحانه قد سمع الله قد مع الفعل المضارع للاحتمال قد يكون لكن مع الفعل الماضي للتحقيق قد سمعه وأيضا تحمل معنى التوقع أي الإشعار بحصول ما يتوقعه السامع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجادلة كان يتوقعان أن يسمع الله لمجادلتهما وينزل في ذلك ما يفرج عنهما أما السماع مؤكد أنه سبحانه وتعالى يسمع لكن توقع الجواب قد سمع لله تعالى صفة السمع كما يليق بجلاله وعظمته وهذا من عقيدتنا وسمع الله تعالى من كماله لا يشبه سمع المخلوقين نؤمن بذلك كما أثبته لنفسه والله سبحانه وتعالى يسمع الأصوات على اختلاف اللغات وتنوع الحاجات لا يشغره سمع عن سمع ولا يغلط بكثرة المسائل ولا يتبرم للحاح الملحين يسمع ذبيب النمل وأخفى ولا يعزم عن سمعه شيء مهما خف ودق وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وهذا حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها من هي التي تجادلك في زوجها يا خولة بن ثعلبة رضي الله عنها كما عرفنا لكن سمع الله شكواها لنبيه وتحريم زوجها لها لما قال حرمت عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن لها أنها حرمت عليه بهذا الكلام قالت أشكو إلى الله فاقتي وجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفع رأسها إلى السماء وتشكو إلى الله إذن تجادلك تنويها بشكواها وبيانا لتوكلها الصادق على ربها وهي تراجع نبيه وتسائله ماذا تفعل مع زوجها وما هو المخرج الشرعي مما حصل وتشتكي إلى الله وكان من شكواها كما جاء في الحديث أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كذرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قال سبحانه وتشتكي ولم يقل وتشكو لأن الاشتكاء أبلغ لطلب إزالة الضر الذي يشتكي منه تريد حكما تريد نصرا تريد خلاصا والله يسمع تحاوركما يا أيها النبي ويا أيتها المجادلة الله يسمع كل شيء ويسمع هذا الحوار والله عز وجل يسمع كل الأصوات فلماذا خص حوارهما بالذات الجواب للاعتناء بذلك التحاور والتنويه به وبعظيم منزلته الاجتمال على ترقب النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزله عليه ربه وترقب المرء الرحمة من الله وقد تكرر اسم الجلالة أربع مرات في آية واحدة قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله أربع مرات لتربية المهابة والتعظيم في نفوس السامعين والتنبيه على عظم منته تعالى وعلى هذه الصفة العظيمة صفة السمع له وعلى معيته لعباده وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما هم عليه يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم وأنه عز وجل يفرج الهم ويزيل الغم إن الله سميع بصير يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يحيط بالدقيق والجليل سبحانه وتعالى ثم إن الذي يسمع الشكوى يجيب ما دام كريما رحيما فسيزيل شكواها ويرفع بلواها ويذكر حكمها الذين يقولون إن المرأة في الإسلام مغموطة ضلال جهال هذه الآية تنزل في شأن امرأة تنتصر لمظلومة يدل ذلك على أن الرب سبحانه وتعالى يعتني بشؤون إمائه أنزل هذه الآيات والتشريعات لشكوى امرأة واحدة وسميت السورة باسمها سورة المجادلة بل هناك عدة سور باسم المرأة وهناك سورة طويلة باسم النساء كان يمكن أن ينزل حكم الظهار الذي سألت عنه هذه المرأة دون ذكر هذه المرأة لكن قد سمع الله قولا التي ذكرها وأن هي سبب نزول الحكم تنويها بها وإيمانها ولجوء إلى الله وتوكلها عليه ومجيئها للاستفتاء وتنتظر الفرج من الله فمن ذا الذي يقول إن الإسلام يكتم صوت المرأة أو يظلم المرأة أو يضطهد المرأة كلا والله ثم الآن يأخذ منها جواز المحاورة لمعرفة الحكم الشرعي والتوصل للحق وليس الجدل هنا جدل عقيم وليس الجدال هنا إضاعة وقت وتقسية قلب كما يقع من بعض الناس فإذا كانت المجادلة لرد حق أو تبيينه فإنه طيب وأما إذا كان لإضاعة الأوقات قسوة القلوب فقد قال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تل رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خصمون رواه التربذي وهو حديث صحيح هذه الآية يا أخو الأخوات فيها استقبال النبي عليه الصلاة والسلام للسائلين نساء ورجالا واتساع صدره لسماع المشكلات الاجتماعية وهذه الورأة تحاور وتجادل وتشتكي وتبين ما وقع عليها لم يسجرها ولم يطردها راع حالتها وضائقتها فعلى المفتين وطلبة العلم والقضاة سمع ما يأتيهم من مشكلات الناس وأن يحاولوا تبيين الحكم الشرعي لهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقتدى به أصحابه من بعده فقد مر عمر رضي الله عنه بامرأة في خلافته والناس معه فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت يا عمر قد كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت ومن أيقن بالحساب خاف العذاب وهو واقف يسمع كلامها فقيله يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف فقال والله لو حبستني من أول النهر إلى آخر لا زلت إلا للصلاة المكنوبة أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها من فوق سبع سماوات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ الآية هذه فيها أن من أنزل حوائجه بالله وتضرع إليه كشف الله ضره وعجله الفرج ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته وكذلك الصدق الصدق في الشكوى وعدم الظلم والتعدي كما يفعل بعض الناس في شكواهم ثم سرعة مجيء الفرج من الله فما برحت رضي الله عنه حتى نزل جبرايل بهؤلاء الآيات كما جاء في الحديث قد سمع الله قولة تجادلك في زوجها حل المشكلات الاجتماعية والنزول لواقع الناس هذا ما ينبغي علينا أيها الأخوة والأخوات أن نساهم فيه والمجتمع مليء بالمشكلات الكثيرة تحتاج منا إلى صبر وتصدي وعلم وعلم